في المجال القانوني تتويجا لهذا الأمر الذي هو متجذر في الشريعة وفي العرف نجد منظومة الجزائرية القانونية ترجمت تلك الأحكام عمليا من خلال العديد من النصوص تقريبا استغرقت جميع القوانين الموضوعية أذكر على سبيل المثال بدءا من سنة 1966 القانون 66 155 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية في التعديلات الحديثة المشرع الجزائري نص على ما يسمى بالمصالحة الجنائية وهذا أرقى ما توصل للقانون الجزائري فالصلحو حاضر حتى في المجال الجزائي في المجال الجنائي في بعض القضايا خاصة في مادتين المادة 49 المادة 50 حيث تنص المادة 49 بالحرف الواحد على ما يلي لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح والجديد في هذا الأمر 0502 أن المشرع نص على عدة محاولات صلح يجريها القاضي يعني قبل التعديل كانت ربما جلسة وحدة كافية وتنتهي بصلحا أو تنتهي بعدم الصلح ولكن الآن يرسل في الأمر ولكن الآن المشرع قال بعدة جلسة صلح ونقرأ في القانون المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية الجديد قانون 0809 لعدد من المواد نص على هذا العنوان تماما الصلحو هكذا في المدة 990 وما بعدها ثم تأتي مواد الوساطة 994 وما بعدها ونقرأ أيضا في قانون 90-02 وهو قانون العمل نص أيضا على المصالحة هكذا من المدة السادسة إلى غير المدة العاشرة هذه المواد وكذلك ما يتعلق بالوساطة موجودة أيضا في هذا القانون يعني قانون 90-02 والعديد من القوانين القانون 75-58 أيضا هذا القانون هو القانون المدني أيضا وضع عنوان كبيرا وفي تفاصيل دقيقة جدا عن الصلح إذن المنظومة القانونية ترجمت ما هو قائم في النصوص الشرعية وما هو متجذر في أصلة المجتمع ترجمة نانسي قنقر